وما أوسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم مع بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة أخونا السائل الله يكرمه يقول كيف أحسب زكاة محل الملابس عندي إن كان يجب عليه الزكاة أصلا أقول بالله تعالى التوفيق يبدو أن السائل استمع إلى كلام أو قرأ كلاما لبعض أهل العلم بخصوص زكاة عروض التجارة لأنه ختم السؤال بقوله إن كان يجب عليه يعني على المحل الزكاة أصلا وزكاة عروض التجارة من أنواع الزكاوات الثابتة بكتاب الله عز وجل وهو مذهب جماهير أهل العلم إلا من شذ كان شيخنا الألباني عليه رحمة الله ينازع في هذه الزكاة عليه رحمة الله تعالى يعني ينازع في وجوبها مع أن الدليل الذي استند إليه جمهور أهل العلم في كتاب الله عز وجل واضح في إيجاب الزكاة في عروض التجارة عروض التجارة هي كل شيء أعد للبيع والشرة والكسب والاستثمار والربح أي شيء بيتجر فيه بغرض الكسب والربح اسمه عروض التجارة سواء كان ملابس سواء كان أقمشة سواء كان مواد غزائية سواء كان مواد حدادة سواء كان أسمنته ولوازمه سواء كان حديد تسليح سواء كان أدواء كهربة سواء كان مبيلات سواء أي كان نوع من أنواع التجارة ودليلها أو دليل وجوبها في كتاب الله عز وجل الذي استند إليه جمهور أهل العلم هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض إلى آخر الآية طيب خلونا نبدأ ناخد الصلاة إخوانا وبعدين نجاوب إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا حياكم لا تفضل هل ينفع حضرتك اللي أنا أصلي السلام بتاع الصلاوات كلها مرة واحدة في الليل حاضر دي أول سؤال كان سؤال حضرتك أنا وانا جاي من مسافة رياع شغلي ببقى لك من مدينة فنطة مثلا لكي ساعة عشرة عشرة إمتى عشرة الصبح دخلني مكان شغلي حوالي ساعة ستة ونص سبعة أخر النهار فأنا ببقى متوض وانا في الإكتبير فبتصري فبتصري أصلي وانا قاعد لابس الشيوز زي ما أنا قاعد وبصلي وبجمع بعد أزان الظهر وبجمع الظهر والعصر بصلي لك أتبقى كثير وييجي على صلاة المغرب بعد المغرب ما يأزن أنا في الطريق برضو وأنا قاعد على كرسي بصلي المغرب 3 والعيشة 2 هل هذا أنا بعمل صح ولا ايه هو الصح؟ ايه مسافة الصفر بتاعت شغلك قدي حوالي عشر ساعات حوالي خمس ستة حوالي عشر ساعات اه اه يعني مسافة طويلة بركبه من الساعة عشر الصبح بيمزيل الساعة سبعة تمانية طيب ماشي الحال حاضر اه اللي أنا بعمله ده صح ولا فيه حاضر اجاوبك ان شاء الله حاضر فضر طيب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فضل ده صمحت فيه سؤال بس يكن فضل خير فضل ايه فيه سؤال بس لو صمحت كنت عايزة سألو فضل معاك بس وقت التلفزيون بقولك يا والدتي والدتي جبل ما تموت يعني بسنة ولا حاجة معاك فضل انا واختي لي اختي يعني فهي والدتي جالت اه احنا عندنا ضا الضار ديت في حدود اه يعني واحد وتلاتين الف جيني تلاتة وتلاتين الف جيني فهي جسميتها بيني وبين اختي بنسبة واحد الى اتناي وانا دلوقتي اه انا خايف يكون اه فيه ظلم هي توفت يعني فيه ظلم ان هي جسميتها في حياته بيني وبين اختي فأنا مش عارف بقى يعني عليا وزر مسلا اعمله الاختي ولا هو كده مضبوط الجسم بتاعت والدتي وعملنا ورق بالكلام ده وصحة وتوقيع وكل حاجة حاضر حاضر يا اخي الحبيب الله يكري معك فضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ممكن اتلم الشيخ لا سمح نعم اتلم الشيخ معاك تفضلي ايوة فضلت الشيخ فضلي معاك ايوة فضلت الشيخ معاك تفضلي وقلي سؤالك ايوة انا وزي دلوقتي ماشي ماشي غلط ايوة وزي ماشي ماشي غلط ايوة ماشي حراء ايوة طيب انا مش رابي اطلع ولستيب بيتي عشان معي اولاد وخيط عدوهم عشان وهي مهدلوش وشباب خيطوهم شو كده ولا كده ابقى لكده بعين والغلط طيب ماشي حاضر شكرا يسير ماشي غلط ام محمد سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله في سؤالين اليك فضالي السؤال الاول لما اجي صلي بيبق ان هي الاول ولا الاقامة يعني ان اصلي كده ان هي الاول مثلا ولا اقيم الصلاة الاول حاضر والسؤال الثاني انا وابني وبنتي كنا اتفقين على يعني مبلغ من الزكاة يطلع كل شهر فكلنا كنا نتجمع من معضلة ونطلع من مبلغ من الزكاة يعني خويس صدقة فابني اتدوز وقال انا مش هدفع عشان انا وراي ديون ووراي جمعيات وكده قعد سنتين انا اللي اتفعله عشان انا خفت عليه صدقة وكده فانا دفعتله سنتين دولت كل شهر هو رجع تاني بعد سنتين قال لا انا هخش معكو تاني انا ممكن الفلوس دي اخدها عشان انا دفعتله السنتين ولا ما ينفعش اطلعها صدقة الاول وجديد والسلام عليكم رحمة الله عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم لو سمحت يا شيخ انا جوزي خلص علي اني لما اقعد في الشباب اقضى جاعدة بالصرحة والعداية غير لما اجي انام عاد يعني براحتي اقعد بالبيجامة بشعري عادي فانا اي جيت يعني بعتقى السرير وكنت لسه اللي بجامة بس عرفت اني يعني تمخي ايه من انا خلص خلص شغل الشرقة رايحة وجاية كده وبعتقى السرير براحتي فانا مش عارفة بس يعني برضو انا مش عارفة اصلا لما فكرت في الماضي بحثت اني انا غلط المطرد يا ما لكن جنان يعني جاثبه اه لما اجلع مسر انهدومه ولا انهد بجامة ولا انا كده علي واجه طيب حاضر يا بنت بساعة برضو مش عارفة سواقف الحالتين انا عامل الموقف ده بجاهز يعني مش عارفة طيب ماشي حاضر ام احمد ايه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا فضل الشيخ الله يكرمك يا ام احمد الحمد لله بعد اذنك عندي سؤالين خير تفضلي السؤال الاول اه لما الواحد اللي يلبس انا مغض شراب اه من الخفيف دي يعني بلبس اتنين او ثلاثة على بعض يجوز ده السؤال الاول عشان الوضوء يعني اه ام طيب بلبس اتنين او ثلاثة على بعضهم يعني من اللي هما الخفيفين بس ان الخفيفين جاوي يعني ماشي السؤال التاني السؤال التاني اه كنت متوضية مثلا اندارح المغرب ولبسها الشرابات اه وجيت تاني يوم اه توضيت المغرب برضو انا نفسهم بس الناس ياه يعني هل ده يبقى كده غلط ولا ايه ومسحت عليه يعني اه مسحت عليه هو نضيفه كل حيات ومسحت عليه تاني يوم النغرب برضو بس افتكرت بعد ما صلت المغرب والعيش طيب هل اعيد الصالة تاني ولا كده قلان طيب حاضر ام محمد ايه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ شعبان ايه اتفضلي ايه اتفضلي السؤال الاول هو انا اكيم الصلاة من اول نبدأ في السنة ولا ما اجل صلي الفرض حاضر والسؤال التاني في واحدة هو زوجها هي عايزة تخلف ووجودها منحا هي تخلف لو ثابت الوسيلة من من غير ما تقوله ده واجر عليها هو عايز الخلفة وهي مش عايزة ايه هو هي عايزة هو مش عايز ام فهي عايزة تسيب الوسيلة ومن غير ما تقوله ده حرام ولا ايه حاضر ماشي عايزة جزاك الله خير الضالية يا بنت الله يا كريم طيب نرجع لاخونا اللي كان عايز اه زكاة عروض التجارة زي يحسب زكاة محل محل الملابس اول حاجة اول خطوة في حساب الزكاة بنسبة للمحلات يعني عروض التجارة او لزكاة المال عموما ان احنا اه نحدد رأس الحول الموعد السنوي اللي هنقدي في الزكاة طيب ازاي بنحدد الموعد السنوي ده من بداية النشاط يعني انت فتحت محلك بداية مثلا من واحد محرم خلاص يبقى ان شاء الله في تلاتين زلحجة ولا واحد محرم تلاتين زلحجة اخر السنة او واحد محرم بداية العام التاني مباشرة يبقى ده موعد الحول الذي سنؤدي في الزكاة اذا التحديد الموعد ده خاضع لبداية النشاط طيب الخطوة التانية ان انا ابدأ اجرد كل البضاعة الموجودة في المحل واقيمها بسعر الشراء الخطوة التالتة ان انا اشوف المحل له فلوس على الناس برا يعني المحل له ديون اه موجودة لدى العملاء والزباين برا اه له اروح حاسب الديون اللي برا دي كلها اتطلع مبلغ كذا اضيفه على قيمة البضاعة اللي انا جرتته الخطوة الرابعة المحل عليه ديون ايو عليه طبعا عمالة الشاردة وعليه فوتير الكهرباء وعليه درايب وعليه الايجار والكلام ده اخسم كل ما على المحل من مستحقات وديون الصافي اللي هيطلع هو ده اجمالي رأس مالك الذي ستؤدي عنه الزكاة هذا العام بواقع اتنين ونصف في المية اللي هو بنقول عليه ربع العشر اللي هو على كل الف جنيه خمسة وعشرين جنيها فقط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد اخونا المتصل كان بيسأل هل يمكن ان يصلي نوافل اليوم كلها مرة واحدة بالليل لا ما يصحش ليه ما يصحش لان الذي سن النوافل وشرع هذه النوافل اللي هو نبينا صلى الله عليه وسلم سنها وشرعها في مواقيت معينة فخلى ركعتين قبل الفجر ما ينفعش ان اخليهم بعد الظهر سن اربع ركعات قبل الظهر ما ينفعش ان اخليهم بعد المغرب سن ركعتين بعد الظهر ما ينفعش ان اخليهم بعد الفجر سن ركعتين بعد المغرب ما ينفعش اخليهم في غير وقتهم سن ركعتين بعد العشة ما ينفعش برضو اخليهم في غير وقتهم إلا في حالة واحدة حالة النسيان أو النوم نام ونسي صلي النفلة اللي بعد الظهر وصحي في أي وقت صحي بعد العصر صحي بعد المغرب أصلي النفلة اللي أنا كنت نايم عنها دي أيوة يا جوز في هذه الحالة أصليها في نفس اللحظة دي حتى لو كان بالليل وهي صلاة نهار حتى لو كان بالنهار وهي صلاة بالليل يعني إذن حالة النسيان أو حالة النوم ليه لأنه رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم إلى آخر الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إنما في غير حالة النسيان وفي غير حالة النوم لا يجوز أن نبدل النوافل من وقت فنخليها في وقت آخر هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا بيسافر الله يعينه بيسافر مسافة طويلة جدا عشر ساعات في الأوتوبيس ولا في القطار وطبعا بيأذن عليه الظهر والعصر في القطار غالبا بيركب الساعات الصبح وبيأذن عليه المغرب والعشاء أيضا في القطار ولا في الأوتوبيس فالراجل بيكون متوضي الحمد لله وبيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا زين ما فعلت وبيصلي المغرب ويصلي معها العشاء قصرا زين ما فعلت مدام مسافة صفر معتبر شرعا وليس هناك ثمة وسيلة أخرى أو طريقة أخرى أصلي إن أنا مثلا الأوتوبيس يركن وإحنا نصلي على قارعة الطريق أو شيء من هذا القبيل فأنت تصلي على حالك ما دمت على وضوئك ولو انتقذ وضوئك فإنك في هذه الحالة تتيمم في نفس المكان اللي هو الأوتوبيس ولا القطار تتيمم وتصلي على حالك تجمع ما يجمع من الصلوات وتقصر ما يقصر من الصلوات الرباعية والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هو دا اللي تقدر تعمله مش أكثر ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا المتصل كان بيسأل الولد الله يرحمها هو وأخته والبيت تقريبا قمته 30 31 32 ألف جنيه فالولد رحمه الله أرادت أن لا يختلف ابنها مع بنتها أو بنتها مع ابنها أو أن يجور الابن على أخته أو تجور الأخت على أخيها فعملت إيه؟ رحت جايبة ورأ وكذبة مشارطة قسمة وأعطت للذكر مثل حظ الأنسيين إدت البنت ساهم وإدت الولد ساهمين زين ما فعلت الأم الله يرحمها لأنها فعلت هذا حتى ولو كان طبعا على رأس حياتها فعلت هذا أولا راعت فيه قسمة الشرع الأمر الثاني أرادت أن لا يختلف الأبناء بعد موتها الأمر الثالث أنها أرادت أن تمنع ظلم أي منهما للآخر فوالله زين ما فعلت الله يكرمها نسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته هي وموتانا وموت المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه اتطمن يا أخي الكريم أختنا المتصلة الله سامحها بتقول الزوج للأسف الشديد ماشي ماشي غلط نسأل الله عز وجل أن يسطر علينا وعلى جميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأله تعالى أن يتوب علينا وعليه وعلى كل عاص مسلم وكل عاصية مسلمة ماشي غلط للأسف الشديد طيب ننصح نذكره بالله بين الحين والحين نسوق عليه من ينصحه ومن يذكره بالله عز وجل إنما المشكلة هي خايفة وفي نفس الوقت مش عايزة تسيب البيت لأن الأولاد كبار وخايفة على الأولاد من أن يضيعهم والدهم وبالتالي مضطر أنها تعود عشان تحفظ البقية البقية للأولاد خشية أن يفسدهم أبوهم والله أختنا الكريمة نسأل الله عز وجل أن يكتب لك أجرك وأن يعينك على مزيد من الصبر والاحتساب وأن يهديه وأن يصلح حاله ما تفعلينه صور الحمد لله لأن ترك البيت بالفعل سيؤدي إلى تضييع الأولاد كليا أو جزئيا نسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين فاصبري واحتسبي وذكري بين الحين والحين وانصحي في الله بين الحين والحين ولا تشاركي في أي من الباطل الذي يريد أن يخوض فيه إنما حافظي على نفسك وعلى عرضك وعلى أبنائك واطلبي من الله عز وجل الأجر والثواب ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولك الأجر والثواب إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد يبدو أن في اتصال السلام عليكم عليكم السلام وبركاته بارك الله وبركاته ربنا يكرمك يا سيف زوجي حتى مبلغ المعيش في بنك أبو ظبي الإسلامي فهو فعلا إسلامي ولا؟ حاضر ربنا يبرك لك يا سيف الله يكرمك بارك الله وفيك من أنت أموائل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إزاي صحيحك عمليه؟ الحمد لله بخير قبلها سؤالين بعدين خير أموائل الفضلي أنا نسوان ولا لمنتقبات فما بيصلعوا إس بره فأنا لما أضعوا من حالة الناس يحولوا وله أنت كده بزيعة حقك أنت كده بطهدور حقك اللي بخلهم في يصلعوا لك اللي بتعرف إيه يقرعون في عيش السؤال الثاني أنا أصد لله بحفظ على الصلاة رب بالأدانة وبعدين أصدنا على طول بردك يقولوله أنت متذندة لك كده أنت أستنى كوي هو الأدانة الصلاة يروح على الوقت أنا خلاص بماغشة مش عارفة يطوع مين وأن لازم أسطحه ونونه الغانة بالله عليك يا سيخشعبان فيه حاضر سوى عليكم عليكم السلام ورحمة الله أم عمر السلام عليكم يا أم عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حديث نقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث من ولد مصالح يدعو له طيب الزوجة الزوجة لما تدعي ليه على طول باستمرار لما غفرت الزوجة ورحمته وتعمل له الصدقة والحاجات اللي اللي ربنا يقدرها عليها تعملها السواب بتاعها مثل الولد بالضبط ولا ده حاجة وده حاجة حاضر السؤال الثاني صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة هل سوابها مثل الرجل حاضر مثل الرجل في صلاة الجنازة وشكرا حاضر يا بنت الله يكرمك أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذن حضرتك أنا كنت سألت حضرتك الإسبوع اللي كانت على الشاب اللي عندي اللي هو كان معاجز جنيا وشوفه وأنا ما عنديه غيره حضرتك قلت لي إنه هو ممكن لربنا يوم القيامة يسأله إذا كان يسجد أو ما يسجدش وممكن يعني هو الحمد لله والله يا فضيلة الشيخ كان بيجبل تاعة ما يسمع الأداني جبل المصلية ويجبل الخمار وكان كويس جدا يعني رغم الأعاقة الزمنية تاعة بس أنا بشوفه في المنام بالله عليك بسومني على حسة المنام بسوفه في المنام دايما عامل حمام على نفسه وعايزني أشطط هل هو كده محتاج صدقة جارية زينا أو محتاج حاجات زينا زينا إحنا الأصحاب الجنوب يعني عاضي عاضي لا عليك ربنا يخليس يا رب عاضي عاليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو سامو عليكم عليكم السلام ورحمة الله عبد الشيخ شعبان فضل يا أخ أحمد أيوة بش حضرتك دلوقتي أنا في رمضان شربت بعد الأدان أيوة فكان فيه حديث كده رب يقول إن ممكن الواحد لو عاهه مية وعايز يشرب بتاع المية أيوة هل هذا صحيح ولا إيه حاضر يعني أنت شربت بعد الأدان ولا أثناء الأدان لا أثناء الأدان طيب ماشا حاضر يعني السيام السيام صح حاضر أم حبيبة أيها يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بقول حضرتك يا شيخ دلوقتي لو الزوب مسافر لو إيه هل لازم تقول لو الزوب مسافر أيوة هل لازم إن هي تقوله قبل ما تخرج من البيت حتى لو مش خور صغير حاضر بشكل حضرتك يا شيخ الله يكرمك يا بنت تفضلي طيب أختنا أم محمد كانت بتسأل يا طرق النية نية الصلاة قبل الإقامة ولا النية بعد الإقامة الأصل يا أم محمد إن النية بتكون بعد الإقامة بس أنا نية أبداً إنما النية محلها القلب كما قال أهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ألا إن التقوى ها هنا ألا إن التقوى ها هنا ويشير إلى صدره عليه صلواته الله وسلامه الشاهد إن إحنا بنتوضى وبعدين بنقيم الصلاة وقبل الشروع في الصلاة بتكون النية استجمعت في القلب خلاص سواء الإنسان بقى يعني خدها بالطريق كأنها حاجة رسمية كده بتترتب أبداً هو انعقاد القلب على إرادة العبد للصلاة اللي داخل يصليها الآن وغالباً النية تسبق العمل غالباً النية تسبق العمل وتكون في مبتدئه فأنوي وبعدين أدخل في الصلاة أنوي يعني استحضار القلب في نية الصلاة بتاعة المغرب ولا العشاء ولا الوقت الحاضر اللي هنصلي بتقول بقى أمو محمد الله يكرمها بيحاولوا كبيت على بعضه كده إن هم يدفعوا الزكاة بتاعتهم زكاة المال بتاعتهم على رأس كل شهر دفعات عشان ما يبقاش الموضوع تقيل عند رأس الحاول لو السؤال زي ما أنا فهمه كده كويس جداً بس يكون مؤدماً مش مؤخراً يعني إحنا مثلاً في دعم تزوجه بعدين طبعاً مضغوط في الديون فقال لهم خلاص يا جماعة أنا ما ديون فمش قدر أدفع لك أساهم معاكم بالساهم اللي أنا بدفعه للقصر اللي أنا بدفعه فالأم دفعت كتر ألف خيرك طيب هو الوقت رجع يعاود الاشتراك معنا نقوله بقى انطلبه بالأديم لا حج بلاش تطلبه بالأديم اعتبر الأديم انت دفعتين نيابة عن ابنك وهو كده كده نيابة عن البيت كله زكاة ملكم جميعاً ففي هذه الحالة بلاش انك تطلبه لانك هتقالي الموضوع عليه وهتصعب الموضوع عليه منه خمسمائة جنيه لا بلاش الحكاية دي لانها انتقال الموضوع عليه وانك دفعت واجرك كتب عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ونسأل الله لنا ولك القبول والله اعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد بنتنا ام يسين الزوج للأسف حلف بقى الحلفان الصعب ده انه الحلفان بالطلاق يعني انك لازم تبقي اليوم كله قعد بالطرحة والعباية ومش عارف ايه ولا تتخففي من ملابسك الا بالليل خالص اذا كنت في غرفتك الخاصة وهي نسيت نسيت مرة وعملت يعني خلعت الطرحة والعباية واصبحت بلبس البيت شوية فبطول انا فعلته هذا جهلا ونسيانا اولا انا مش مع الزوج في الحساب العسير ده ليه كده نتقفلها كده ليه امال هم جعلوا البيت ليه البيت ده سكن الزوجة وقرنا في بيوت كنا وقرنا كما قال بعض اهل العلم من الاستقرار في البيوت فاستقرارها في البيوت لم يشترط عليها الشرع ان يكون بحجابها وعبيتها السودة وطرحتها وخمرها ونقابها والكلام ده امال هتتخفف من ما نبسها امتا هي بيتها هي حرة تلبس ما شاءت من الثياب مدام ليس هناك احد غريب ولا اجنبي يدخل عليها البيت دون علمها فبالتالي الزوج مزودها شويتين نسأل الله عز وجل ان يسامحنا وان يسامحه وانت يا بنت يا ام يسين مدام فعلت هذا خطأا مدام فعلت اللي حصل ده نسيانا مدام حصل منك جهلا فان هذا كل معفو عنه ولا يقع به شيء ان شاء الله عز وجل رفع عن امتي النبي قال كده عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وفي القرآن ربنا لا تآخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد اختنا ام احمد الله يكرمها بتتوضع وتلبس ما شاء الله جورة بين ثلاثة مرة واحدة اني طبعا عشان البرد والكلام ده فبتلبس جورة بين ثلاثة عشان طبعا تبدأ تاخد برخصة المسح على الجورة بين مشكلة حجة ام احمد ولا ام محمد لا ام احمد المشكلة انه اهل العلم اشترطوا في هذه الحالة انك لما تتوضي وعازة تمسحي على الجورة هتمسحي على الجورة الاولاني اللي تحت خالص مش التاني اللي فوق منه ولا التالت اللي فوق منهم ليه لان الاولين ده هو الجورة الذي ادخلت فيه رجليك طاهرتين انما الرجلين اعزكم الله ما دخلتش في الشراب التاني وما دخلتش في الشراب التالت اللي فوق منهم انما دخلت في الشراب الاولاني الجورة الاولاني وبالمناسبة احنا نقول الجورة ما نقولش الشراب لان الشراب هو الشراب اللي بنشربه اما الجورب هو الذي نلبسه في اقدامنا الشاهد البس براحتك إن شاء الله تلبسي أكتر من كده لكن عند الوضوء وإرادة المسح على الجورب هتمسحي حضرتك على الشراب اللي تحت خالص هتخلعي التالت وتخلعي التاني وتفضلي بجورب واحد تمسحي عليه وبعدين تلبسي التانيين ما فيش مشكلة إن شاء الله لكن لو مسحتي على الجورب التالت فإن كثيرا من أهل العلم لا يعتدون بهذا المسح ويعتبرون هذا الوضوء غير صحيح لأن الصواب النمس على الجورب اللي أدخلنا فيه رجلنا مباشرة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد سؤال أم أحمد التاني متوضية المغرب وتاني يوم المغرب اتوضت ومسحت وهي مش واخدة بالها يعني على حسب السؤال على حسب كلامها وبتسأل بقى يا ترى الوضوء اللي توضيته تاني يوم ومسحت فيه على الجورب ده صح ولا غلط لا طبعا أكيد صح أكيد صح لإنك أنت توضيت المغرب إحنا ما بنحسبش يا جماعة ما بنحسبش اليوم بليلة من بداية لبس الشراب أو لبس الجورب بعد الوضوء إحنا بنحسب من أول مسحة مسحناها على الجورب فمثلا ممكن تكون توضت المغرب ولبسة الجورب وبعدين صلت المغرب بنفس الوضوء وصلت العشاء أيضا بنفس الوضوء وفين حلني لما توضت للفجر ومسحت آه يبقى دي بداية المدة بداية المدة من أول مسحة هنمسحها على الجورب بعد الحدث بكده لو تصورنا أنها صلت المغرب بالوضوء وتوضت العشاء ومسحت على الجورب إذا نحن معنا لحد العشاء التانية فأنت الحمد لله لحد المغرب ومسحته ده شيء كويس المدة معاك سليمة تماما فما بالكم لو كانت صلت المغرب والعشاء بنفس الوضوء لسه ما أحدثتش ولسه ما مسحتش على الجورب نهائي وفين لما توضت للفجر توضأت ومسحت على الجورب يبقى هنحسب المدة من المسحة بعد الحدث كما هو مذهب كثير من أهل العلم والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على النبي محمد أم محمد الله يكرمها بتقول أقيم الصلاة من بداية صلاة النافلة القبلية ولا لما صلي الفريضة آه الله ينور عليك يعني إحنا مثلا السنة القبلية عندنا موجودة في صلاة الفجر وموجودة في صلاة الدهر آه لما نيجي بقى نقيم الصلاة نقيم لما نصلي الفريضة مش لما نصلي النافلة فأنت حضرتك الفجر أذن تتوضي وتصلي ركعتين النافلة لما ركعتين سنة الفجر من غير إقامة ولا حاجة ولما نيجي نصلي ركعتين الفريضة نقيم الصلاة والكلام ده برضو بيحصل في صلاة الدهر لأن فيها سنة قبلية فبرضو حضرتك بعد أذن الدهر راجئ أذن وخلص حضرتك متوضية تصلي السنة القبلية سواء صلت أربع ركعات المعروفين أو صلت حتى ركعتين ولما تيجي تصلي الأربع ركعات الفريضة يبقى تقيم الصلاة في هذه الحالة مع الفرد وليس مع صلاة النافلة والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد كان سؤالها الثاني الزوج والزوجة مختلفين الزوج مش عايز إنجاب دلوقتي ريح شوي ناخد نفسنا شوي الولد ولا البنت اللي هم الأخرين ياخدوا نفسهم شوي الزوجة مستعجلة تقولك لما جيب لي تلات أربع عيال قبل ما أكبر في السن قبل ما أوصل لسن التلاتين أكون جيبت لي تلات أربع عيال عشان أجيبهم وأنا شباب لسه فمستعجلة عايزة تشير الوسيلة دون علم الزوج لا تفعلي دون علم الزوج لا ما يصحش ليه لأن الزوج هو رئيس البيت الرجال قوامون على النساء ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي مدام هو القائم على أمر البيت القيم على النساء يعني هو رئيس البيت فما يصحش إن إحنا أعضاء البيت نعمل شيء دون علم رئيس البيت اللي هو الزوج أدي واحد الأمر الثاني إن الزوج ده هو صاحب البضع فما يصحش لصاحب البضع الذي يكون منه الإنجاب إن إحنا نعمل شيء خلاف علمه أو بدون علمه فمدام الزوج هو يعني عارف إن فيه وسيلة موجودة وبيستمهلك شوية أصبر شوية لما تفوقي أنت لما صحيحك تبقى قويسة لما الولاد الصغرين نشموا نفسهم لما نفوق إحنا شوية من مصاريف الولادة السابقة أو مصاريف الولد والرضاعة والبنبرز وغيره وغيره إبقى ما فيش مشكلة إذن أنت لا تفعلي إنك تشيل الوسيلة دون علم الزوج بارك الله فيك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد بنتنا المتصلة الله يكرمها الزوج ربنا موس عليه بإرشين وحطتهم في البنك المذكور اللي سمته اللي هو بنك أبو ظبي الإسلامي وبتسأل يا طرى ده كويس ولا يعني يمشي الوضع ده ولا ما يمشيش يمشي يا بنتي إن شاء الله بإذن الله ليه لأن هذا البنك وغيره من البنوك الإسلامية عليها أو عندهم هيئة رقابة شرعية من علماء وأساتذة أجلاء متخصصين في الفقه ومتخصصين في الاختصاد الإسلامي ومتخصصين في أعمال البنوك وهذه البنوك لا تمرر معاملة من المعاملات المالية في البنك إلا بعد أن توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وهؤلاء المشايخ العلماء الأساتذة المتخصصين الأجلاء هم أمناؤنا على أعمال البنك وبالتالي نطمئن إذا تعملنا مع هذه البنوك وما يقدره الله عز وجل لنا من أرباح وعوائد ننتفع بها في كل أوجه الانتفاع ناكل ونشرب بيها مفيش مشكلة نشتري ملابس ونتعالج بيها مفيش مشكلة في كل أوجه الانتفاع يجوز أن ننتفع بهذه الأرباح وبتلك العوائد اطمئن يا بنتي ونعم هذه الزوجة الحريصة على أن تطمئن على مصدر مال زوجها يعني كأنها لسان حالها يقول للزوج يا حبيب البيت وحبيب الأولاد وحبيب الدنيا كلها إحنا نصبر على الجوع ونصبر على العطش لكن لا نصبر على النار لا تطعمنا درهما حراما فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به نعم هذه الزوجة بارك الله فيها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد طيب خلونا ناخد بنتنا هاجر السلام عليكم عليكم السلام فضال يا بنتي عليكم السلام يا سيخ نعم بص عايزة أسألك على شؤال خير يا ربي الرب المرأة هي صغيرة حراما لحلال ايه الرقص يعني الرقص ايوة تربع يعني ايوة وهي صغيرة يعني اي يعني يعني حوالي خمسة واربعين خمسة واربعين دي صغيرة بنتي يعني خمسة واربعين سنة حاضر حاضر ايوة هي يعني ما عارفينش هي عف حلال ولا حرام طيب حاضر ماشي الحال فيه سؤال تاني لا شكرا طيب يا بنتي توكل على الله هاني سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته زيكا مولانا فضل يا عم هاني انا وحبك في الله حبك الله الذي احببتني فيه زيكا الله عنا خير يا شيخنا الله يكرمك يا حبيبي فضل بالوقت انا بزرع اشجار زي مثلا الكوخ والرمان والطماطم والخضار اللي هو ويس لو عندي انا مثلا دين مثلا مديون مثلا مثلا خمسمائة الف وربنا رزقني مثلا في الموسم باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وجزء استرقيته المطاريخ والمزرعة المئة ألف اللي أنا مسترقية المطاريخ والمزرعة دي تزكى ولا لا تزكى تزكى بنسبة كامل قاضر شكراً يا مولانا جدي قاضر يا عمين الله يكرمك السلام عليكم عليكم السلام وبركاته فضل يا عمين الله يكرمك كنا عمبي صغير في الحج كنت حجيت في سنة من السنوات حج متنكع أيوة فما كنتش أعرف على موضوع اللي هو الزبح اللي هو الهادي أيوة فكان فيه واحد بيجي في الفندق بيلمي فلوس على أساس اللي هو الزبح أيوة فالنية عندي ما كانتش يعني ما كانتش على الهجم كانت النية مختارة أنا شعارك إذا كان ده اللي هو الزبح الأضحية أو هو أي حية تاني كويس لكن دفعت هل يلزمني الزبح تاني لكنت دفعت أنا دفعت نعم نعم طيب خير إن شاء الله بس النية النية ما كانتش ما كانتش اللي يجيها معينة إذا كان إذا كان هدي أو أو أطفل حاضر الله يكرمك أخونا فارس أخونا فارس أيها سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مولانا عملية بخير والله الحمد لله فضل يا عم فارس عندنا المدام لها سنتين كان على الصيام كويس حلو معاك والله صحيح بتصم في حالية دلوقتي يعني هل يغوز ولا لازمة كفارة حاضر حاضر يا عم فارس نبدأ نجاوب يا أستاذ طيب أم وائل أم وائل زي ما حضركوا سمعتو خايفة على البنات فمحرصة عليهم جامت إيه اللي خارجة لا يا بنتي خارجة ليه واللي في المدرسة رحوا يهتي أختك وزي ما احنا عارفين كده فالناس مش عجب ده اللي انت بتعمليه ده عين الصح يعني احنا إذا ما حفظناش على بناتنا وعلى أولادنا ما ننحفظ على مين دور الأب ودور الأم المحافظة على الأبناء والبنات سواء كانوا صغارا أو كانوا شبان لأن الصغيرين يتخاف عليهم إرات والكبار الشباب يتخاف عليهم 24 إرات الفتن مالي المجتمع في كل جنباتي وبالتالي الحرص ده انت مأجور عليه عند الله سبحانه وتعالى بس ما عيش الكلام بتاع الناس اللي حواليك سواء بيهزروا ولا بيترياءوا ولا بيكلموا جد ولا أيا كان قصدهم ونيتهم انت اللي بتعمليه عين الصح يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا يعني احفظوا نفسكم واحفظوا أولادكم وبناتكم من الضياع والفساد والفتن للبرة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها رعية ومسؤولة عن رعيتها في بعض الأحيان الولاد ما يكونوش مدركين عاطفة الأبوة أبوهم خايف عليهم مش مدركين فكر إيه ليه الخوف يعني وإحنا صغيرين ده أنت وإنت صغير خايفين عليك وإنت كبير خايفين عليك أكثر وأحيانا لا يقدروا برضو الأبناء والبنات لا يقدروا عاطفة الأم اللي تأخر بتتصر علي أنت فين يا ابني اللي بتتأخر أنت فين يا بنتي الدرس خلص ما جلتيش ليه البنات والولاد مش مدركين قدر عاطفة الأبوة وعاطفة الأمم وبقر يكبروا ويتزوجوا يبقى عندهم عاطفة أبوة نحو الولاد ولادهم وعاطفة أمم نحو الولادهم ويعرفوا اللي كان بيعملوا الأب كان صح جدا واللي كان بيعملوا الأم كانت صح جدا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد كمان من الصيبين الحجة موائل في حال الست موائل الأذان يخلص تقول الأذكار اللي بعد الأذان اللهم صلي على محمد وعلى آلي محمد كما هو معلوم اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وتخلص الأذان وتبقى متوضية تروح دخلة في الصلاة على طول أنت مستعجلة على إيه ما الصلاة ممدودة يعني إذا أخرنا الصلاة أحيانا نبقى مش عاجبين يعني تبدل الأكل عن الصلاة يعني تبدل المسلسل عن الصلاة ويترياء عليه طيب الست الحجة أم وائل على طول بتصلي أول الوقت والصلاة في أول الوقت كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة والنبي لما سؤل أي الأعمال أحبه إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها يعني الصلاة في أول وقتها دا من أفضل الأعمال ليه بقى لأن لو هي سمعت الأذان وهي متوضية وقالت لما إيش ويا يعني الصلاة ممدودة يجي الشيطان بقى يجيب لها الأكل تقوم تشوفه ويجيب لها الغسيل تقوم تشوفه ويجيب لها تلفون من أختها تقوم ترد عليه ويجيب لها أولاد أحفادها جاء نزلين من فوق ولا طلعين لها من تحت إيه الواد بيعايت والبنت بتعايت لنشغل مع الواد ومع البنت ومع الغسيل ومع المطبخ ومع التليفون هب الوقت التاني دخل يبقى إحنا كده ضيعنا الصلاة اللي انت بتعمليه يا موائل دا اللي بنوصي بين نساء في البيوت اوعي تخلي فترة زمنية بين أذان الأذان بتاع الوقت وبينك تصلي سارعي مباشرة للصلاة عشان الشيطان ما يشغل كيش يمين وشمال ويضيع عليك ووقت الصلاة وما تسمعش كلام اللي حواليك دول يا موائل قولوا لهم من الشيخ شعبان قال لي صلي فور سماعك الأذان مباشرة ما دمت متوضية قولي الأذكار بعد الأذان وصلي على طول والناس اللي حواليك دول ناس طيبين لكن كلامهم ليس صحيحا اللي انت بتعمليه عين الصح لا انت متشددة ولا انت متزمدة ما هو حتى يعني اللي بيصلي نقول له متشدد اللي بيحافظ على الصلاة نقول له متزمدة وده كلام يا رجالة وده كلام يا بنات وده كلام يا صبايا ما يصحش الكلام ده اللي بتعمليه يا موائل صح وربنا يثبتنا ويثبتك عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد بنتنا أم عمر بتسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقاطع عملوه إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له طيب الزوجة بقى لو آمد بكل المطلوب ده مش الولد اللي دعا ولا هو اللي تصدق ولا هو اللي كذا الزوجة آمد بكل المطلوب ده أولا نعمة زوجة هي ليه لأن هذا من الوفاء لزوجها عليه رحمة الله تعالى ومن المحافظة على ما كان بينهما من العشرة والزوج كان مطلوب أن تبره الزوجة في حياته وأن تبره أيضا بعد مماته فإن استشعرت تقصيرا ولو يوما ما في بر الزوج أثناء حياته أها بتعوضوا وبتعوض نفسها بمزيد من البر بعد وفاته طيب لها أجر لها أجر تماما زيها زي الإبن بالتمام والكمال زيها زي الولد بالتمام والكمال لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا ما فيش فرق بين الولد وبين البنت وبين الإبن وبين الزوجة في هذا المقام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد زي تماما المرأة لو صلت صلاة الجنازة لو الست صلت صلاة الجنازة مشروعة أيها مشروعة ولو اتبعت الجنازة أيضا مشروعة وإن كان هذا خلاف الأولى ليه لأنه لا يؤمن من النساء الصياح والصراخ والبكاء ويعني الكلام الذي يمكن أن يكون فيه نوع من التضجر من قدر الله عز وجل إنما لو لذاك لا نمنعهم أبدا إذا حضروا الجنازة وهن محجبات محتشمات صابرات محتسبات وأجرها في ذلك إن شاء الله كأجر الرجل سواء بسواء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا أم محمد الله يكرمها ابنها اللي كان معاق ذهنيا وتوفي وليس لها إلا هذا الإبن وقلنا لك قبل كده أم محمد إن شاء الله عز وجل ربنا عز وجل يجعلهم من ولدان الجنة حول الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه دايما بشوفه هو في الوضع اللي كان عليه في الدنيا هذا حديث نفس يا أم محمد اللي أنت بيشوفي ده حديث نفسي عن التكرار للي كنت بتعمليه مع الولد زمان أيام كان عايش وكنت أنت اللي بتغسليله وانت اللي بتنظفيله وانت اللي بتلبسيه وانت اللي بتأكلي ويتشريبي فكل ده شريت بيعاد في عقلك الباطن يا أم محمد لكن هذا لا يقلقك أبدا لأن المتوفى أو الميت ده لم يكن مكلفا شرعا عشان نقول أصله عندي شوائد ذنوبه معاصفا نتصدق له أو ندعو له أو ده بالعكس ندعو لأنفسنا ونتصدق عن أنفسنا أما هو ففي رحمة الله تبارك وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا أحمد في شهر رمضان الراجل الطيب ماسك كباية المية والأذان أذن فرحم كمل الشرب صيامك صحيح يا عم أحمد ما دمت كان شربك أثناء الأذان ولم تتعمده الأذان أذن وأنا ماسك كوب الماء في حديث في سنن أبي داود فلا يرده حتى يقضي حاجته إنما مش الأذان أذن ولا قاعد فأروح أجيب كوبية المية كما يفعل بعض الناس تساهلا إنما صيامك إن شاء الله عز وجل صحيح يا أخ أحمد ونسأل الله لنا ولك القبول بنتنا أمه حبيبة الزوج مسافر بتسأل هو أهلي لما أخرج مشوار صغير هنا قريب جنب البيت ولا هنا ولا هنا لازم أستأذنه أطبعا لأنه من آداب المرأة المسلمة ومن واجباتها ومن حقوق الزوج عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه مش هو القيم على البيت الرجال قوامون على النساء حتى هو غايب أيوة حتى هو غايب حافظاته للغيب بمحافظ الله بنتقل الله فيه هو حاضر وبنتقل الله فيه هو غايب ولا نخرج من البيت إلا بإذنه ويمكن استبدال الإذن المتوالي كل شوية أستأذنه كل شبعات الورسالة على الواتس ولا أرن عليه فمرة هيرده ومرة مش هيرده لأنه مشغول في شغله ولا غيره ممكن نستبدالها بالإذن العام هتقول له يا فلان لما أروح عند والدتي أو أروح أشتري حكتي من السوق مثلا أو أروح للمستشفى بالولد ولا بالبنت أو للدكتور يلزم أن أنا أجدد للسئزان كل شوية أقولك لا 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 الأمور دي المعتادة دي خراص أنا بأذلك أو معاك إذنك وإيه اللي تشوفيه اعمليه مدامتي بتعملي الصالح فيمكن أن نستبدل الإذن المتوالي المتعدد ده بإذن عام من الزوج والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد بنتنا هاجر سأل السعي الغريب هل يجوز للمرأة أن ترقص ترقص إذا كان المقصود بالرقص هو الرقص كما ترقص الراقصات فده مش من المرؤة أبدا حتى ولو كان لنفسها في البيت يعني ما تتشبهيش بالرقصة فلانة والرقصة علانة ما يصحش المسلمة تربأ بنفسها عن هذا التشبه على العموم إحنا معنا الآن يعني فاصل قصير سنخرج إليه حالا وليه كلام بعد الفاصل إن شاء الله مع الأخ هاني ومع بنتنا هاجر نسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم معنا فاصل قصير فنعود بعده إن شاء الله فانتظروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير كان معنا سؤال بنتنا هاجر اللي بتسأل عنا دي عندها 45 سنة أنا بحسبها عندها 5-6 سنين 5-6 سنين 7-8 سنين آه ممكن نقول البنت يعني يبقى فيها نوع من المرح شوية تقدر تعرف تغني بتاع مش عارف شو ان شو ده بتاع آه زي الجاريتين اللتان آه كانت تغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد آه ممكن يوم عيد يوم مناسبة نجاح يوم مناسبة الفرح إنما آه الستة الكبيرة عندها 45 سنة دي سن الحشمة وسن الوقار ولا يجوز إن هي تتشبه بهؤلاء الراقصات إنما آه افرض آه عايزة تفرح جزة يا ستي فرح جزك بالبسك فرح جزك بمكياجك فرح جزك بالكلمة الحلوة لكن بلاش بحكاية الرقص دية الله يكرمك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد آه مزارع زي ما تشوفته للأشجار الفاكهة وغير الفواكه وغيره واللي بيجي من المزرعة آه ما ديون طبعا عليه ديون فبيسدد جزء في الديون وجزء يشيله المصاريف المزرعة وبالتالي بيسأل هل الجزء اللي بيشيله المصاريف المزرعة دي عليه زكاة احنا بنحسب الزكاة ازاي عمنا بنحسب كل اللي لينا مثلا بيعنا انتاج مثلا بستمائة ألف وعلينا ديون آه مطلوب صددها هذا العام آه ربعمائة ألف يبقى ربعمائة من ستمائة احنا معنا كده متين يبقى هنؤدي الزكاة عن المتين دول مثلا بيعنا المحصول او الغلة بتلتمائة ألف وعلينا مية وخمسين ألف جنيه او متين ألف جنيه فاضل مية المية دي بنطلع عليها واحنا مديونين اما احنا خصمنا الدين خلاص احنا كان نقول هنطلع ازاي واحنا مديونين لا بنقول لك طلع على كل المبلغ فطول طلع على المبلغ كله ازاي ده انا مديون بتلتينه لكن احنا بنقول بنخصم الدين ويبقى لنا املكه فعليا هو المبلغ المتبقي فالمبلغ المتبقي ده مدام وصل النصاب وعد النصاب يبقى في هذه الحالة انه قد الزكاة بواقع اتنين ونصف في المية عن كل ألف خمسة وعشرين جنيه خلي بالحضرتك يا عم هاني انه المية ألف عليها الفين وخمسمائة جنيه المية ألف جنيه عليها الفين وخمسمائة جنيه فقط فالزكاة مبلغها قليل جدا ولا ينقص كثيرا من المال من رأس المال وفي نفس الوقت هذا الجزء اليسير يطرح مزيد من البركة في بقية المال ان شاء الله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تزكي قلوبهم ونفوسهم من الشح والبخ وتزكي اموالهم يعني تبارك فيها وتنميها ووالى اخر هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد اخونا المتصل كان في الحج لله الحمد حج تمتع ويعني ما كانش عارف قصة انه يجب عليه الهدي دي لكن في الفندق المجموعة لو خارج معها الرجل المشرف ولا مراقب المجموعة بيلم يلا جماعة اللي هيدفع فلوس الهادي او اللي هيدفع فلوس الاضاحي وبقول انا مكتش النية بين في دماغي انا عارف هدي دا ولا اضحية ولكن لقيتهم بيلموا فدفعت زيهم خلاص مدام انت دفعت زيهم فقد اجزأت ما عليك يعني انت الحمد لله قديت ما عليك يا عمنا واسأل الله عز وجل القبول ليه لانه دي اشبه بمسألة الحالف على نية المستحلف الرجل اللي بيلم بيلم عشان ندي اكرامية للسواء او الرجل اللي بيلم بيلم عشان نذبح الهادي فانت على نية الرجل اللي بيلم دا وبالتالي ان شاء الله قديت ما عليك ونسأل الله لنا ولك القبول ونسأله تعالى ان يكتب لنا ولإخواننا وأخواتنا الحج والعمرة عام قابل إنه ولي ذلك والقادر علي وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخر حد كم معانا أخونا أخي فارس الله يكرمه الزوجة ما شاء الله حريص طبعا هو على الزوجة جدا وبيتابع أحوال الزوجة وأخبارها أيضا هذا شيء كويس من الزوج الرجال قوامون على النساء عليها صيام ما صمتوش سنتين رمضانين وهي حاليا بتقضي كويس عشان إحنا في الشتة دلوقتي والنهار قصير والدنيا برد نقدر الصيام يكون خف نص التعب بتاعه لما تؤدي المرأة ما عليها من أيام أفطرتها في رمضان ولا رمضان السابقة في فصل الشتاء وهلو العلمي كانوا يقولون الشتاء ربيع المؤمن ليله طويل للي عايز يقيم ونهاره قصير للي عايز يصوم لكن هو بيقول هيا بس عليها القضاء بس ولا كمان كفارة يعني إطعام مع كل يوم تصوم إطعام مسكين لا 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 أبدا ليس عليها إلا قضاء الصيام فقط وليس عليها كفارة في هذه الحالة يا عمنا حتى لو كانت بتقضي أكتر من رمضان لأن الإمام بن حزم رحمه الله يقول إن الله تعالى لم يفرد على من أفطر في رمضان معذورا إلا قضاء أيام أخر ولم يأتي خبر الإطعام ولا الكفارة ولا كلام ده قال فعدة من أيام أخر فربنا يعنها وتخلصوا من شاء الله وربنا يتقبل منا ومنها ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة الكرام جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شكر الله لكم متابعتكم واتصالاتكم وتواصلكم نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع الشكر موصول لفريق العمل جزى الله الجميع خيرا وجعل هذا في ميزان الحسنات حتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في الربيعة عصرا لا تنسوا دعم قناة الندى بدعواتكم أي بدعائكم أو بصدقاتكم الجارية أو صدقاتكم العامة أو زكاة أموالكم حتى يقيل الله القناة من عثرتها ويبقيها مضيئة في بيوتنا وقلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ف PRESentesوا لأنكم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون